السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي احبائي كانت بحر المنوعات في كل مكان النهاردة هنشرح لكم ازاي لو عايزين تأمينوا حسابكم على الفيسبوك لو عايز تقفل بوضع مؤقتا او عايز تقفل حسابك على الفيسبوك نهائي او تخرب الدنيا مش مشكلة عشان خاطر عم احمد بحثيتي الفيديو ده هو تعمله على اليوتيوب النهاردة على كانت بحر المنوعات ما تنسوش اشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو لو عندك اي سفصوار عن الفيسبوك او اي موقع اكتب لي تعليق وانا هرد عليك يلا عشان نبدأ الفيديو بتاعنا اللي احنا عامليني النهاردة مخصوص الفيديو ده عشان جاري العزيز احمد بحثيتي هعمل له الفيديو ده يلا تعالوا معايا خطوة بخطوة اول حاجة هتفتح طبعا الفيسبوك بتاعك اهوت لو انت عايز تقفل الفيسبوك بتاعك هتخش طبعا هنا هوت خطوة بخطوة هو زي ما هو قال لي خليك معايا خطوة بخطوة انا بخليني معايا خطوة بخطوة تانية حاجة هتعمل ايه هتخش على ايه سيبك من الاعدادات هتخش على اختصارات الخصوصية دي اول خطوة معانا اهو وبعدين هتنزل تحت عام احمد عام احمد تابعني بعد اذنك وبعدين هتعمل ايه بقى هتنزل تحت خالص اهو راح تسينكت هنا دلوقتي اهو حزف حسابك ومعلوماتك اهي كلمة حزف حساباتك ومعلوماتك هتخش هنا ما تخافش خش مش هيقفل لك الحساب دلوقتي انت لحد دلوقتي معايا لسه خطوة بخطوة بعد ما تخش بالخطوة دي الغاء تنشية حسابك على الفيسبوك او حزفو اذا كنت تريد التوقف عن استخدام فيسبوك مؤقتا يمكنك الغاء تنشية حسابك واذا كنت تريد حزف حسابك نهائيا يرجى اختيار الاتنين طبعا هو بيقول لك اهو اول خطوة بيقول لك الغاء تنشية الحساب الغاء تنشية حسابك اجراء مؤقت سيتم تعديل حسابك وسيتم ازالة اسمك وصورت وسورك من معظم الاشياء التي شاركتها تتمكن من طبعتها دلوقتي الخطوة الاولى بيقول لك ان هو يعني ايه خلاص هيفضل موقوف فترة مؤقتا مجرد بس ما تسجل حسابك بالاميل بتاعك والباسورت هيرجع كل حاجة زي ما كانت بس هيفضل همش هيبقى ليك اسم مش هيبقى ليك على البحث مش هيبقى في اي حاجة خالص ولا حتى سورتك يعني هتشل مش نهائي مؤقتا بس بس محدش هيشوفك نهائي اما الخطوة اللي بعديها فيقول لك حسف الحساب حسف حسابك اجراء نهائي عند حسف حسابك من فيسبوك لن تتمكن من استراد المحتوى او المعلومات يعني لو اخترت الحكاية دي حسف الحساب دي مش هتعرف ترجعه تاني نهائي حتى لو معاك الايميل حتى لو معاك الباسورت حتى لو جلت عفريت وادعكت الفانوس برضو مش هيرجع لك تاني الايميل خلاص لو اخترت الخطوة دي خلاص الموضوع ده ما تنسوش اشتركوا في القناة بحلي منوعات هاي الخطوطين اهو انا بفضل طبعا الناس اللي هي تلغي تنشيط الحساب ده افضل بكتير جدا احسن من حسف الحساب عشان خاطر لو حاولت ترجع تاني ترجع تاني لكن ده مش هيرجعك تاني نهائي ما تنسوش شاركوا في القناة بحلي منوعات اي خدمة عم احمد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته